احد السباقين الاولين الى الاسلام وكان المقداد من اوائل من اظهر الاسلام بمكة فقد روى عبدالله ابن مسعود انه كان اول من اظهر اسلامه سبعة رسول الله وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد هو المقداد ابن عمر بن ثعلبة من قضاعه وقيل من كندا نسب الى الاسود ابن عبد يغوث الزهري لانه تبناه في الجاهلية وقال ابن الكلبي كان عمر بن ثعلبة اصاب دما في قومه فلحق بحضر موت فحالف كندا فكان يقال له الكندي وتزوج هناك امرأة ولدت له المقداد ولما كبر المقداد وقع بينه وبين ابي شمر بن حجر الكندي خلاف فضرب رجله بالسيف وهرب الى مكة فحالف الاسود ابن عبد يغوث الزهري وكتب الى ابيه فقدم عليه فتبنى الاسود المقداد فصار يقال المقداد بن الاسود واشتهر بذلك وعندما اسلم ونزلت الاية القرآنية ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمر وكان المقداد يكنى ابا الاسود وقيل كنيته ابو عمر وقيل ابو سعيد ويروى عن اسلام المقداد انه كان من المبادرين الاوائل باعتناق الاسلام فقد ورد فيه انه اسلم قديما وذكر ابن مسعود ان اول من اظهر اسلامه سبعة وعد المقداد واحدا منهم ولكنه كان يكتم اسلامه عن سيده الاسود خوفا منه على دمه وخاصة ان الاسود كان احد طواغيت قريش واحد المعاندين لرسول الله شجاعته يوم بدر وهاجر المقداد الهجرتين الى الحبشة والى المدينة وشهد بدرا والغزوات بعدها وكان فارسا شجاعا يوم بدر حتى انه لم يثبت انه كان فيها على فرس غيره ويروى انه لما بلغ رسول الله عرق الضبية دون بدر استشار الناس فقال اشيروا علي ايها الناس فقام ابو بكر فقال واحسن ثم قام عمر فقال مثل ذلك ثم قام المقداد بن الاسود فقال يا رسول الله امضي بنا لامر الله فنحن معك والله لا نقول لك مثل ما قال بن اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تنتهي اليه يا رسول الله فقال له رسول الله خيرا ودعا بخير من الرمات المذكورين وكان المقداد من الرمات المذكورين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفضلاء النجباء الكبار الخيار من اصحاب النبي سريع الاجابة اذا دعي الى الجهاد حتى حينما تقدمت به سنه وكان يقول في ذلك ابت علينا صورة انفروا خفافا وثقالا وكان الى جانب ذلك رفيع الخلق عالي الهمة طويل الانات طيبا قال عنه عمرو بن العاص يقوم مقام الف رجل واحب المقداد الاسلام حبا كبيرا وسعى الى الدفاع عنه وحمايته ليس فقط من كيد اعدائه بل ومن خطأ اصدقائه فقد خرج يوما في سرية تمكن العدو فيها من حصارهم فاصدر امير السرية امره بان لا يرعى احد دابته ولكن احد المسلمين لم يحط بالامر خبرا فخالفه فتلقى من الامير عقوبة اكثر مما يستحق فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح فسأله فانبأه ما حدث فاخذ المقداد بيمينه ومضي صوب الامير وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال له والان اقده من نفسك ومكنه من القصاص واذعن الامير ولكن الجندية عفى وصفح وانتشى المقداد بعظمة الموقف وبعظمة الدين الذي افاء عليه هذه العزة فراح يقول لأموتن والاسلام عزيز ويروي عبدالله بن ابي ليلى عن المقداد بن الاسود قال قدمت المدينة انا وصاحبان فتعرضنا للناس فلم يضيفنا احد فأتينا الى النبي فذكرنا له فذهب الى منزله وعنده اربعة اعنز فقال احلبهن يا مقداد وجزئهن اربعة اجزاء واعطي كل انسان جزءا فكنت افعل ذلك فرفعت للنبي ذات ليلة فاحتبس واضضجعت على فراشي فقالت لي نفسي ان النبي قد اتى اهل بيت من الانصار فلو قمت فشربت هذه الشربة فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزءا فلما دخل في بطني وامعائي اخذني ما قدم وما حدث فقلت يجيء الان النبي جائعا ضمانا فلا يرى في القدح شيئا فسجيت ثوبا على وجهي وجاء النبي فسلم تسليمه تسمع اليقظان ولا توقظ النائم فكشف عنه فلم ير شيئا فرفع رأسه الى السماء فقال اللهم اسق من سقاني واطعم من اطعمني فاغتنمت دعوته وقمت فاخذت الشفرة فدنوت الى الاعنز فجعلت اجسهن ايتهن اسمن لاذبحها فوقعت يدي على ضرع احداهن فاذا هي حامل ونظرت الى الاخرى فاذا هي حامل فنظرت فاذا هن كلهن حمل فحلبت في الاناء فأتيته به فقلت شرب فقال ما الخبر يا مقداد فقلت شرب ثم الخبر فقال بعض سوآتك يا مقداد فشرب ثم قال شرب فقلت اشرب يا نبي الله فشرب حتى تضلع ثم اخذته فشربته ثم اخبرته الخبر فقال النبي هيه فقلت كان كذا وكذا فقال النبي هذه بركة منزلة من السماء افلا اخبرتني حتى اسطي صاحبيك فقلت اذا شربت البركة انا وانت فلا ابالي من اخطأت وعن ثابت البناني قال كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف جالسين فقال له مالك الا تتزوج قال زوجني ابنتك فغضب عبد الرحمن واغلظ له فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انا ازوجك فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم احدى الامارات يوما فلما رجع سأله النبي كيف وجدت الامارة فاجاب لقد جعلتني انظر الى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني والذي بعثك بالحق لا اتأمرن على اثنين بعد اليوم ابدا وتوفي المقداد سنة ثلاثة وثلاثين هجرية في خلافة عثمان وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع